معي من رأم الله الكاتب والبحث السياسي سيد خليل شاهين أهلا بك سيد خليل سيد خليل بداية لابد من التطرق اليوم بأن الجانب الأمريكي يقول يريد ترتيب البيت الفلسطيني السلطة الفلسطينية لكي تكون مستعدة لإمساك بزباب المبادرة في غزة مستقبلا ما الذي يعنيه ذلك باعتقادك؟ ماذا يعني ترتيب السلطة الفلسطينية؟ يعني إعادة تشكيلها على مقاس المطالب الأمنية الإسرائيلية أي تحويلها إلى جهاز أمني في قطاع غزة وإعادة تشكيلها أيضا في الضفة الغربية لكي تصبح سلطة وكيل لدى الاحتلال هذا ما يفعله الأمريكيون ليس فقط ما بعد السابع من أكتوبر بل قبل ذلك بكثير عندما بدأت التواغلات في الضفة الغربية شاهدنا اجتماعات قادتها الولايات المتحدة كلها استندت إلى مقاربات أمنية واستبعدت أي مقاربات سياسية تعالى جذور الصراع الدائم والمستمر والذي انفجر على النحو الذي نشهده حاليا غياب الأفق السياسي الذي يؤدي إلى حل الصراع على أساس حل الدولتين المتوافق عليه دوليا يعني أن الولايات المتحدة لا تزال تخرج من جعبتها ذات المقاربات الفاشلة يعني التي يعني ميزت عملها طول الجهودها طيلة الفترة يعني السابقة الآن الولايات المتحدة تخسر من رصيدها أكثر إذا أنها لم تعد وسيطا يمكنه يعني أن نلعب دور بناء إذا أنها انتقلت من موقع الانحياز لصالح إسرائيل إلى موقع الشراكة الكاملة في التخطيط في تزويد إسرائيل بالسلاح وبالعتاد وبكل شيء يعني تقريبا ومنع يعني إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة التصدي لأي محاولة لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة فهذا ما يميز الموقف الأمريكي لكن هناك حاجة بالتأكيد إلى إعادة النظر في شكل السلطة وترتباط السلطة الفلسطينية هذه حاجة فلسطينية يعني مدعومة أيضا عربيا وهي تنطلق أيضا من جهود يعني عربية سابقة وخاصة الجهد المصري الذي سبق أن قادة حوارات فلسطينية أدت إلى التوصل إلى اتفاقات مصالحة تقدم في جزء منها إجابات حول كيفية إدارة شؤون الفلسطينيين بشكل مشترك تحت سلطة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وبضمن ذلك فيما يتعلق بالوضع الأمني أي إعادة دمج وتوحيد المؤسسات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأنا أعتقد أن هذا الأمر بحثته يعني مصر مع الجانب مع الفصائل الفلسطينية ربما مع حركة حماس في خلاء قبل أيام والآن مع حركة الجهاد الإسلامي وهي لا تخترى شيء جديد هناك حلول وصيغ فيما يتعلق بالترتيبات دمج السلطة الفلسطينية به شكل يتشارك فيه الجميع ولا يخصي أحد وهذا الأمر ينهي بالتأكيد السيطرة الانفرادية لحركة حماس على قطاع غزة كما ينهي الهيمناء الانفرادية والأحادية لحركة فتحه للرئيس الفلسطيني على مؤسسات النظام السياسي سواء على مستوى السلطة أو على مستوى منظمة التحرير سيد خليل شاهين الجانب المصري طبعا قدم مبادرة لحركات الجهاد وحماس في مسألة ربما تسليم السلطة لجانب السلطة الفلسطينية أو أي سلطة فلسطينية مشتركة هم رفضوا ذلك قالوا ليس لدينا أي مقترح فقط تسليم من رهائن إلى أي مدى ممكن أن نرى ليونة في المواقف هذه خلال الفترة القادمة إلى أي مدى هو أيضا مسألة تسليم الحكم في هذه المناطق في غزة تحديدا قد يبدو أكثر واقعية خلال الأيام القادمة يعني أنا لست متأكد أن هذا هو التصور المصري هناك حديث في الإعلام تقرير إعلامية يعني واستمعنا لتصريح من القيادة في حركة حماس ألزة الرشق قبل قليل يقول فيه بأنهم لم يسمعوا أمر كهذا من المصريين عندما تتحدث المصر عن إعادة بناء السلطة الفلسطينية أو تجديد السلطة الفلسطينية وفق التصور المصري فمصر لا تقصي أحد بمعنى أنها لا تقول لحركة حماس عليك أن تتنازع عن الحكم هي تقول بأن الحكم يجب أن يعاد تشكيله في الضفة الغربية وقطع فزة بمشاركة الجميع هذا موقف مصري قديم وليس موقف جديد أما فيما يتعلق بما أشار إليه الخبر المفبرك الذي نشر وأنها طلبت من حماس والجهاد الإسلامي أن يترك الحكم فهذا واضح أنه كذب لأن الجهاد الإسلامي غير موجود في الحكم لا في السلطة في الضفة ولا في السلطة حماس في قطاع غزة ولا هي موجودة أصلا في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ولذلك هذا يمكننا أن ندرك بأن من صاغ هذا الخبر وسربه لا يعرف فيبدو أن هذه حقيقة أن الجهاد الإسلامي لم تشارك في السلطة ولا حتى هي رفضت حتى عروض سابقة من حركة حماس لمشاركتها في إدارة قطاع غزة في كل الأحوال أنا أعتقد أن المصريين إذا كانوا قد طرحوا مثل هذا الموضوع ورجح أنهم طرحوا فهو قائم على أساس ضرورة أن يكون هناك حوار فلسطيني فلسطيني يحقق توافقا مشتركا بين مختلف الفصائل كما جرى في حوار العالمين في نهاية التموز الماضي بما يمكن من تشكيل حكومة توافقية فلسطينية على الأرجح أن الأغلبية الفلسطينية ستكون مع حكومة تكنقراط أي ليست حكومة سياسية وبعض المعنى لا تشارك فيها قوى سياسية لا حماس ولا فتح ولا غيرهما وحكومة كفاءات وطنية قادرة أن تدير الملفات الأكثر أهمية بدءا من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة عملية إعادة الإعمار عملية إعادة البناء لأن قطاع غزة أصبح يحتاج إلى إعادة بناء وليس مجرد إعمار وكذلك الملفات الأخرى المتعلقة بكيفية إعادة توحيد ودمج وبناء المؤسسات الفلسطينية التي تعرضت للتدمير شامل في قطاع غزة وصولا إلى انتهاء فترة انتقالية تقودها هذه الحكومة حكومة التكنقراط بإجراء انتخابات على مستوى المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية وكذلك ربما إعادة تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التعرير سيد خليل ما الأقرب الآن الجميع يتحدث هذه الشروط ربما تكون صعبة لكنها قد تؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وهذا هو المطلوب في غزة هذا الكم الكبير من الدماء الذي رأيناه خلال أسابيع والأشهر الماضية ما الوصفة الموجودة اليوم الأقرب تحقيقا إذا ما تمت نرى وقف إطلاق النار كامل في غزة يعني أنا لا أعتقد بأننا قريبين من وقف إطلاق النار يعني هذه العملية ستأخذ عدة أسابيع ليس لأن الفلسطينيين لا يريدون الفلسطينيون يريدون ببتأكيد بما في وقاصة حركة حماس أن تشعر بالمازق الكبير جراء استمرار هذه الحرب في قطاع غزة وما يترتب عليها من خسائر بشرية وخسائر أيضا في المنشآت وغير ذلك ومصر تريد ذلك وقد سمعنا وزير الخارجية المصري قبل يومين يؤكد علنا بأن مصر تريد وقفا لإطلاق النار وسمعنا أيضا كل الكلمات تقريبا التي ألقيت في جلسة مجلس الأمن الأخيرة أكدت على ضرورة أن ترتبط أي تهدى إنسانية أو توقفات بوقف إطلاق النار سمعنا هذا أيضا في الجمعية العامة يعني ربما بستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل كل العالم الآن يطالب بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار إسرائيل ترفض ذلك ومصلحة نتنيه أن يستمر في إطلاق النار ذهب اليوم إلى شمال قطاع غزة الفقى بعدد من الجنود وعاد إلى الكنيسة في كلمته لي كي يقول أن الجنود طلبوه بالاستمرار في المعركة وأنه سيواصل هذه المعركة وبهذا المعنى فهو قطع الطريق على أي التصورات نصرية قد تخترح وأقصى ما يمكن أن توافق عليه إسرائيل في المدى المنظور في الأسبوعين القادمين هو هدنة إنسانية يجري خلالها تبادل بضعة عشرات من الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة مقابل أيضا فئات مماثلة معتقلة لدى إسرائيل ومثلما سوف تكمل العملية العسكرية في وسط قطاع غزة وفي خانيونس وربما تنتقل إلى رفح قبل أن يحين موعد إطلاق النار الذي لا أعتقد أنه سيكون أقرب من شهر فبراير من رام الله الكاتب والباحث السياسي سيد خليل شاهين شكرا جزيلا لك